يعني النقطة اللي عايزة اقولها ان انا يعني اشاركك الترحيب بالمجموعة الموجودة معنا النهاردة لانها كانت معنا في مناقشات سابقة في هذا الموضوع وفي الحقيقة اللي احنا حددناه لهذه الحلقة هو الحديث عن محورية امرين الصناعة ودور القطاع الخاص كلاهما هو القوة الفارقة ما بين التخلف والتقدم يعني الاستاذ نشأت اشار الى فكرة او عمر التجارب اللي بار يعني كل التجارب اللي تمت بعد الحرب العالمية التانية اللي الخروج من التخلف للتقدم يعني امكان امريكا طلعت من التخلف من التقدم بسبب زراعة القطن مثلا او الزراعات اللي كانت موجودة انما الكلام ده في القرن الثمنتاشر في القرن الواحد وعشرين اللي احنا فيه المسألة بقت مضاعفة ان الصناعة والقطاع الخاص هم مفتاح فكرة النقلة الكبيرة في الصين في كوريا الجنوبية في تايلاند في اندونيسيا خد الامثلة زي ما انت عايز برازيل جنوب افريقيا هنلاقي ان دول انما في نفس الوقت بقى ما بنجي نبص لنفسنا بنلاقي فيه خلل ماه لما نقول انه الصناعة كاشير من الجي تي بي نزلت من 17% ل15% فاحنا مش بنطلع لقدام وده مقياس بسيط يعني يمكن الدكتور فخري طبعا يعرف اكتر مني كتير في هذا انما قياس الخلل بنجد انه اضطراضه موجود في القطاع غير الرسمي يعني عندنا مشكلة اشكالية حقيقية ورأيي نديها بعض الوقت لان احنا مش بس بنتكلم عن اهمية الصناعة والقطاع الخاص بنتكلم عنها في وقت وجود ازمة عالمية مؤثرة علينا سلبا اردنا اولامنول وان ده خلنا عندنا مشاكل لها خاصة بالتصدير لا علاقة بالحجم الموجود لدينا من العملات الاجنبية في حاجات معينة عناينا ان نواجهها ليس غدا وليس بعد غد وانما اليوم اذا كان من الممكن لهذا النقاش ان يكون مفيدا بنلاقي ادارة الصناعة وادارة المنافسة فيها وادارة القطاع الخاص مسألة اساسية ودي مرتبطة بقرار من الدولة الذي اراه انا في رؤية 20-30 احنا بنتكلم عن ادارة الثروة المصرية وانا اتكلمنا ادارة الثروة ولا ادارة الفقر احنا ماشيين في طريق ادارة الثروة وده صح لكن حنلاقي الخلل بقى جاي في مسألة اساسية ويمكن قلتها انا اكثر من مرة في هذا المكان لابد من اصلاح الجهاز الاداري للدولة يعني وهنا يعني عندنا دايما المدى القصير وإيه المدى البعيد ما هي القوانين ما هي الامور اللي نقدر نعملها للتعامل مع هذه القضية لانه الاصل في هذا الموضوع سواء الصناعة او القطاع الخاص الموضوعين الاساسيين بتونا اللي هم معناها الحضر معناها الانشيتيف معناها الابتكار معناها حاجة كتير هؤلاء مصابين بحالة عجز نتيجة ان الجهاز الاداري للدولة ليس مستجيبة وده معروف في تقرير معروف للدولة المصرية بتاع ممارسة الاعمال اللي هو بيقولي ان احنا ترتبنا في هذا الموضوع الترتيب الـ 114 على العالم من 190 دولة هذا لقاليق ودي مسألة ممارسة الاعمال يعني ايه ازاي تدخل السوق وازاي تخروف بينه لابد ان تدخله بامان وبطريقة تدفعك وانه عندما تقرر الخروج منه الاسيتس تبقى موجودة وناضجة وتعمل هنا علينا ايضا النقطة التالية هي الاستراتيجية التي تمت خلال المرحلة الماضية والمرتبطة بالمجمعات الصناعية التي اقامتها الدولة قاني الاوان ان يبقى فيه اسيسمنت لهذا الموضوع تقييم لا يجوز ان احنا وقد تقييم لانه لا يجوز ان عندنا مناطق صناعية ولا يتكلب عليها الصناعيون في مصر اذا لم يكن ذلك حادثا فيبقى عندنا مشكلة او حاجة غلط يعني اقول ايضا ان القضية ويمكن هتثار هنا القضية بتاعة الجماريك الدقي فيه تفاصيل كثيرة لكن كلما تعاملنا مع حقيقة يعني كان فيه الاستاذ كان بنا بنتكلم قبل الحلقة عن البلالين في مصر بتستورد او الفوانيس او حاجات من هذا القبيل يعني ده يعني حاجة ما هيش مشرفة خالص وانه لازم يمكن نستفيد كثيرا من دكتور فخري في هذا الموضوع مسألة انه القضية ليست الضرائب يعني عايز تدي عفاءات ضرائبية ادي ما تديش ما تديش القضية الرئيسية ان الاعباء ليست الضرائب فقط وانه فيه عشرات الامور اللي هي الرسوم والاجراءات وده بيرجعنا اخيرا لكيف تدخل السوق كيف تخرج منه ما الذي يحدث اذا لقيت عندك مشكلة وتقاضيت اثناء وجودك في السوق كل الكلام ده في مصر معاوق ولازم نقول للعمل وقوانين استثمار قبل كده ماذا كانت المشكلة الموجودة في هذه القوانين بحيث انها لا تجذب الاستثمارات الاجنبية بالقدر الكافي وتشجع الاستثمارات الداخلية انها تتوسع بدل انها تنكمش